موجودة فيها استطاعت أن تكون مسرحاً للجذب وفي مثل هذه الجغرافية الجذابة من الطبيعي جداً أن تستهدف وبناء على ذلك واجراء ذلك أصابتنا الآلم إن كثيراً من هذه الاستهدافات التي تستهدف بها بلادنا هي أسبابها هذه الغنى الذي نحن بصدد العيش فيه إن كل القوات التي تستخدم التنظيمات الإرهبية هي هدفها هذا الاستقرار وهذا الغناء التعددية في بلادنا نحن بوحدتنا وقوتنا وقوتنا نستمدها من وحدتنا وبهذه القوة وبهذه الوحدة استطعنا أن نواجه كل هذه الاستهدافات لا ننسى أبداً بأن هذه البلاد بلادنا جميعاً وإن المصالح هي يستفيد منها جميع المواطنين بجميع أطيافهم وسيستمر على هذا كل مواطنين عليهم أن يصلوا إلى الخدمات وأن يستفيدوا من خدمات بلادنا هناك استثناء واحد وهو الإرهاب الإرهاب لا يمكنه أن نحمي مصالحه إن بلادنا لا يمكنها أن تنتهج نهج التمييز العنصري فنحن في هذه البلاد نحب المخلوق لأن الخالق هو من خلقه هذه هي مبادئنا نحن كلما وصلنا واقتربنا من أهدافنا سنشعر بأننا في مأمن أكثر وستزيد نسبة ودرجة الرفاهية في بلادنا إن هذه الأراضي وهذا التراب والغني يكفينا جميعا لأن نعيش فيه على مدى العمر علينا أن نتضامن ونتكاتف على الأهداف المشتركة مهما ميزتنا انتماءاتنا لا يوجد أي عائق أو صعوبة لا نستطيع أن نتجاوزها بهذه الوحدة إن هذا الحفل حفل التدشين بهذه المشاعر تدشين إعادة بناء الكنيسة السوريانية أن أحيي هنا كل من بذل جهدا في إنجاح هذه العملية بطبيعة الحال إن كل الجماعات الدينية وأفراد الجماعة السوريانية الذين سيكون لهم جهد وإسهام في إنجاح هذا البناء أقدم لكم تحياتي واحترامي وأتمنى لكم أن تبقوا بسلام مشاهدين الكرام كنا مع هذه الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل تدشين إعادة بناء الكنيسة السوريانية الأرثوذكسية في إسطنبول هذه المشاهد ما زالت تأتينا من إسطنبول والحفل الذي تم فيه تدشين إعادة بناء الكنيسة السوريانية الأرثوذكسية تكلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر